مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في قناتكم المفضلة English Language ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وزمن جديد وهو The Future المستقبل زمن جد بسيط وجد سهل في تصريفه فهو يتميز فقط بوجود Well أي في جميع السبجكت I, You, He, She, It, We, You, They فإننا نستعمل Well plus Verb أي Well زائد الفعل نقول مثلا I will open You will open He, She, It will open We, You, They will open أي نفس التصريف أي فهو مع جميع الأفعال Well open, Well, Go, Well إلى غير ذلك يبقى الفعل كما هو ونضيف فقط Well Well هي التي تميز الفيوتر وعندما نستعمل الاستفهام مثلا نقول Well you open يعني Well هي التي تكون الأولى من تم سابجك ثم الفعل ولكن هناك فقط تغيير في I و We فإننا نستعمل Shall 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 I and Shall We نقول Shall I open or Shall We open لنقول Will I إذن هنا نستعمل Shall كما قلت فقط في I و We عندما نأتي إلى negative أو النفي فإن Shall تصبح Shunt Shall تصبح Shunt و Will تصبح Well not or Want Well not or Want I will not open or I won't open سوف أعطيكم بعض الأمثلة مثال أول When you return home You will notice a lot of change أي عندما ستعود إلى المنزل ستلاحظ مجموعة تغييرات أي أن هناك predict للفتر فممكن أن هذا الشخص سيلاحظ تغييرات وممكن لن يلاحظها أي هناك توقعات للمستقبل أي عندما ستعود إلى المنزل ستلاحظ مجموعة تغييرات يعني ممكن أن يلاحظها التغييرات وممكن أن لا يلاحظها إذن هنا استعملنا Well This time next year I'll be in Japan Where will you be Where will you be هنا Next time عندما نجده Next time دائما نستعمل The future فهنا مثل هذا الوقت من العام القادم سأكون في اليابان أين ستكون أنت إذن هنا أي أن Product of the future يعني يقول أنه سيكون في اليابان ولكن لا نعلم ممكن أن يقع شيء ما ويغير هذا المخطط إلى غير ذلك فهنا توقعات للمستقبل فقط للإشارة I'll هي I will هناك اختصار نكتب فقط double L ولا نكتب well كاملة I'll or I will في كل سالحالتين الجملة صحيحة Tomorrow I will go to school Tomorrow I will go to school غدا غدا سأذهب إلى المدرسة عندما نجد كذلك Tomorrow أي غدا فإننا نستعمل زمن المستقبل أو Future Next week Layla will have an exam Next week Layla will have an exam الأسبوع القادم Layla سيكون لديها امتحان well have أي well plus the verb have وإلى هنا يكون هذا الفيديو أو هذا الدرس Tense of the future وصل إلى نهايته سمنى تجوى قناتنا بلايك وشير وسبسكرايب والضغط على زر جرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر